اشتركوا في القناة 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 ووضر الكرة يعني وجاب مخالفة ضده اه لنادي اه توتنهام اه يعني اه كما قلت فودان صراحة انه ما فهمتش ليش اه اساسي وخارج رأيطان خاصة في شطول مفروض يعني يكون تبديل تغير خارج رأيطان اه ايضا اه قندوقان يعطل يعطل الهجمة بناء الهجمة خاصة لما تكون الكرة مرتدة السيرلينك ايضا كالعادة وفيه بعادات وتقاليد وايضا وفيه فاصة فاص ما يعطيش المحرز انسى 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 ايضا محرز حاول في الشوط الثاني محرز رياض محرز حاول الشوط الثاني خاصة الكروشي دارو وكان قريب بيسجل منه ايضا محاولة اخرى اللي كانت رائعة وخرجها هيجولوريس وابدع فيها لما اعطاه الكرة خرجها الحارس يعني بصعوبة بالغة ايضا اه قندوقان لما اعطاه محرز ثاني اصيس ولا ارواح ايضا يعني محرز يعطيه مغلف الكافيار لكن للاسف ما هما بعض اللاعبين مشتسيتي خرج الايطار ايضا قندوقان اعطاه كرة راح يمسرليق يعني من الصدف راح يمسرليق يعطي كرات يعني زملائه اعطى كرة القندوقان قندوقان خرجها اذا بقاتم سيطرة السيتي الى غاية المخالفة انتعلي اه الحسنة الوحيدة اللي يمكن نذكروها اللي اه دي بروين اللي اعطى الكرة لابور ولابور سجل هدف المدافع من بعدها خروج اه فرناندينيو اللي كان ايضا انا ما فهمتش انها بعض المواقع اللي تعطيهنا علامة جيدة هذا اللاعب بتحص على بطاقة صفراء من المفروض اللاعب لما يتحص على بطاقة صفراء تقول انه تقلي يعني لتقييم تاعه يقل والنقطة تاعه تقل هذا اعراف كرة القدم لكن ما فهمتش ان المواقع هذه متعاضفة معاه ما فهمتش علاش اه فرناندينيو اللي كاد ايضا يتسبب في انه ضيع الكرة في برج له وتسبب فيه هجوم معكس لنادي توتنهام ايضا اه خروج فرناندينيو دخول اه رودري وبعدها ايضا خروج اه دي بروين اللي كان خارج الاطار تماما ودخول برنالدو سيلفا هنا في الدقائق الاخيرة انت عاشت يعني القاطرة الامامية السيتي واصبح اللاعب سهل والتميرات القصيرة والفنيات ويعني صراحة انه لعب اصبح سهل خاصة بعد ما خروج دي بروين اللي كان يعطل وكان ثقيل في ارضية الميدان ثقيل بزاف اه رياض محرز وفي لعادته ايضا ال wounded control تلك الشيخ الرياض شيخ الرياض من يجيه ال comparing مهما تكون مهما اه في الهواء في الارض في قاسا صيد السيطة سيطرات مساول اللهל亚 شيخ كانت رياض محرز عنده� Everybody L.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. اذا رياض محرز قلتها هو فيه لعادته الترويض الرائع للكرة ايضا هناك هدف لرياض محرز اللي جاء بتسلل المتسبب في التسلل هو فودان اللي كان بتسلل وطال كرة رياض محرز سجل من هدف لكن الهدف الغياء بداعي تسلل من ناعب فودان اذا رياض محرز حصل على حسب موقع اسكورد اللي بالنسبة ليه ظلمو اعطاه سبعة فاصل ثلاثة لكن موقع سوفا سكورد تحصل على سبعة فاصل سبعة وفي نهاية المقابلة رياض محرز تحصل على احسن لاعب في المقابلة رغم انه سراحة المواقع هذه انا ما عشت ناخذها بعين الاعتبار نوعا ما لانه المفهمش لاعب مثل فرلندين وعنده بطاقة سفرة يعطوه نقعة سبعة فاصلة يعني ثمانية ولا ستة ولا يعني نقعة عالية من سبعة فاصل وهو عنده بطاقة سفرة انه هو مهمتو كسر اللعب واشو بناء اللعب حسب ما نشوف انا فرلندين وموش يبني في اللعب تنقيط ما ما فهمناش فودا عفوا دي بروين خارج الايطار يدي نقاط من لحا ما فهمناش الحالة النقطة اللي متأكدين منها انه السيرلينك كان خارج الايطار وعطاوها اللي السهل نقطتها هو السيرلينك لانه السيرلينك عنده مدة هو خارج الايطار يعني مش مقابلة اليوم عنده عديد من المقابلات ويحاول انه دايما يشركوا يشركوا باش يحاول يكسبوا ويرجعوا لكن حقيقة حقيقة سيرلينك كان خارج الايطار دي بروين خارج الايطار اه فرنانديليو ما نحكوش عليه قوندو غاني عطر اللعب وانانية بامتياز اه لصراحة ان رياض محرز سهل لقب احسن لاعب المقابلة اه حقيقة هذي اه الكأس هذي كأس الكاراباو تبقى في سجل رياض محرز ثالث كأس على التولي لرياض محرز اول لاعب افريقي وعربي اللي يتحصل عليها الثلاث مرات متتالية تبقى في سجل اه رياض محرز اه ايضا اه تبقى ايضا انه اه مقابلة باريس انجرما راح تكون اه خاطيرة فيها صعوبة نوعا ما بحكم الارهاق والتعب لنادي ماشيستر سيتي سوف انارى سوف انارى ماذا سيحدث نتمنى التوفيق لرياض محرز في مقابلة باريس انجرما راح تكون مقابلة قوية جدا 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 بنجوم البيس جي كل شي وارد في كورت القدم عودتنا كورت القدم انه ليس فيها مستحي نتمنى التوفيق لرياض محرز خاصة في مقابلة الدوري ابطال اوروبا ضد نادي باريس انجرما اذا الف مبروك ومليون مليون مليون مبروك لرياض محرز حصوله على الكأس الثالثة على التولي الكاراباو كاب في مسيرة اللاعب النجم الجزائري رياض محرز في الاخير متقنا مع مزيد من الفيديوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته